المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليسيلك الجديد عند وضعي في القناة وشكرا لكم السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة الدائمة من الهام جنال جسفة إن شاء الله تكونوا بخير تكونوا فرحانين تكونوا نشطين تكون الأمور ديلكم زينا وفتماما عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتتبعات والغزالات اللي وفيت على القناة ديليل هي أكيد أكيد الهام جنال وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة بتبييد المناطق الحساسة فمهما كانت درجة اسميرار المهبل والشفرتين والإبطين أو أي منطقة وحدة أخرى فضعيها كل يوم قبل النوم وساتدهشوكي النتيجة وأيضا تكون هديتي للعرائز لأنه كنتو كترت صراحة بزر لجيتو في تعليق وخليتو ليها يعني ديكم ونتغزوينين ما شاء الله عليكم كمكو أنا كون بيتو وصفات لتبييد المهبل بين الفخدين الإبطين أي منطقة موجودة في الجسم فكان بغيون بيتوها بالوصفات الطبيعية لكيكونوا مزيانين وكيكونوا يعني غادي يليقوا لجميع الناس لجميع الفئات فنتمنى وصفة اليوم تنال إعجاب ديلكم وتستفدوا من قدر المستطاع وترديكم هذا هو أهم شيء عندي هو أن كل وصفات اللي ولله الحمد ممكن قدمها لكم في القناة لبنسبة الأسنان الواجهة الجسم بسفة عامة فنتمنى غير تنال الإعجاب ديلكم وتنال الإعجاب ديلكم قبل ما مشون تعرفوا على مكونات الوصفة فنبغي نرحب بكل من كيزور هذا القناة سوى أنيساء رجال مرحبا بالكل مرحبا بالجميع إلا كنتو أول مرة كتكتشفها فما تنسوش تضغطوا على زي الاشتراك الموجود أسفل فيديو وأيضا تفعلوا زي الجراز تخليوا لنا التعليقات والاقتراحات والاستفسارات الأسئلة ديلكم وكل هاد الأشياء فنبغي نرحب بها على الرأس والعين وأيضا خليوا ليا استفسارتكم والأسئلة ديلكم حتى أيها نبغي نرحب بها وبسم الله على بركة الله نمشي باش نتعرفوا على مكونات هاد الوصفة سهلا مهلا وبسيطة وأهم شيئي لبنات أن هاد الغسات غادي تزول السواد غا تبيض لكم الإبطين أو أي منطقة موجودة في الجسم وأيضا غا تخلي لكم واحدة رائحة منعيشة وزاكية فنتمنى أي سيدة شربتها ترجع لهاد الفيديو وتعمل بيك لايك وتخلي لي تعليق الزوينة أكيد تقول لي كيف جتها الوصفة يعني واشتوتت معها أو لا لا إلا عندكم مواصفة طبيعية بيتشاركوا معنا فمرحبا بيوم أسفل هاد الفيديو هذا أكيد فبسم الله على بركة الله غادي نمشي باش نتعرفو على مكونات الوصفة فأول مكوين غادي نحتاجوا لي هو الفازلين بالنسبة للفازلين اللي عندكم بشرة حساسة فمن الأحسن أنكم تاخدوا الفازلين طيبي ما عندكمش بشرة حساسة فممكن استخدام أي فازلين سواء اللي في المحلات تجارية سواء الكبرى أو الصغرى منها أو اللي كيتبع في الأسواق يعني العامة يعني في الممشي نتلقى وبحل هاد الشكل هاد اللي تماندي يجد مناسب للجميع 5 درعا مغربية غادي نوخص دائما ما يكونش عندكم حساسية منه فهذا الفازلين هذا الزوين هنا هنا وقالا اخذتوا بالنكهة للتوفاح على مقادن صراحة كنا اخذ منهم يعني عدة أنواع وإشكال ونكهات باش هكذا كل مرة نبدل نوعية وصراحة النوعيات ديالهم كاملين مزيانين بشرط ما تكونش عندكم بشرة حساسة هدا هو الأهم تعني المكوين غا نحتاجوا له هو الكوركم كما كتلاحظوا أولى الخرقم البلدي بالنسبة للكوركم معروف بالفوائد ديالهم يعني كنا احنا تنعرفوا الكوركم والمزايا اللي كي اعطينا الجسم ديالنا وللنتائج بلوتو فغادي نحتاجوا الكوركم غا نحتاجوا الفازلين غا نحتاجوا البيكاربونات سودا أو بيكاربونات سوديوم رائعة في إزالة أي سواد موجود في المناطق الحساسة سواء الإبطين أو بالفخدين أو أي منطقة فيها سواد وسواد حاد أو لسواد كبير فذك السواد باش كيمشي كيمشي بهذا بيكاربونات سودا أو بيكاربونات سوديوم وهالطريقة جربوها يعني ورجعو في هذا الفيديو لفتاع عليق ديال هذا الفيديو خليوا لنا يعني الأراءة ديالكم غير هو بيكاربونات سودا إذا عندكم أي حروق أو ندوب أو أي مشكل في الجسم ديالكم فما غي يسلحش لكم غي يزيد هيج لكم البشرة ويقدر يسبب لكم لقدر الله يعني حكة حساسية حميرا فما الأحسن تبعد عنه كل البعد تعوضوه بأي بودرة مثل الطين الأبيض أو الأخضر أو الأحمر على حسب نوعية الجسم ديالكم فممكن نعودوه بأي مكوين آخر ممكن نعودوه بالقهوة بزف ديالأمور إلا إلا ما عندناش حساسية منه فغادي نستخدموه لأنه كبيض الجسم بوحد طريقة رهيبة وعجيبة فحاولوا تعاملوا منه غير كيمية قليلة باش حتى لديكم شي مشكل ما يزيدش يكبر لكم المشكل أكبر وأكبر فغادي نحتاجو كما تلكم الفازلين الكوركم بيكاربونات سودا غادي نحتاجو بودرة الأطفال أنا هدي خديتها جونسون بيبي أو جونسون بيبي ممكن تاخدو أي بودرة واحدة أخرى ديال بدون ذكر أسامي هناك عدة مركات وعدة أنواع وعدة أشكال أي بودرة تجيكم من رائحة ديالها زوينها من السما بالخوخ بالمشماش بخاز بزف ديالنكهات واحدة أخرين فستخدموها أنا هدي ليه توفرت عندي الآن فغادي نستخدم إن شاء الله هدي ديال جونسون بيبي رائحة ديالها يعني منعيشة ومن السما يعني عادية يعني كتخلي روحة زوينة اللي بغيته ريحة أكتر وأكبر فممكن تاخدو أي بودرة ديال لمارك الخرين باش هكدا يعني تبقى عندكم ديك رائحة في الإبتين وفي منطقة المهبل أو بين الفاختين وغادي نحتاج آخر مكوين اللي هو الماديا الورد أنا هديت الماديا الورد ولكن تمام الأفضل تاخدو زيت ديال الورد باش هكدا يتوسمع الفازلين لأنه الفازلين مني كان ننضيفوا لها الماء بسفعة يعني سواء ماء ورد أو ماء عادي فما كتخدمش مزيان وبذلك القاوم عها مشكل فمن الأحسن تستخدمو زيوت في هاد الوصفة إما زيت الورد إما زيت الخزامة إما زيت الحامض كيساعدنا أيضا على تبيض أي منطقة موجودة في الجسم رائع جدا فحاولوا تستخدمو هاد الزيوت لذكرت إما أيضا زيت جوز الهند إما زيت الأطفال أي زيت المادية الورد غدي صعب عليكم العملية شوية ولكن لما متفرج عندكم زيوت فممكن تلجؤوا لي وخدتتخدمو منه غير قطرة أو لاجوش فهده هما كل العناسر اللي غنحتاجوا دبا غدي ندوزول طريقة تحضير الوصفة طريقة استخدامها واستعمالها بعدما تعرفنا على كل العناسر ديال هاد لغوست هدي اللي رائع وسحر يوم تمنا أي سيدة تفرجت في هاد الفيديو تبا اختجي هاد الوصفة تبا اختجي هاد الفيديو في موقع التواصل الاجتماعية والشخصية ديالها لغو فيسبوك في الواتساب مع الصديقات مع العائلة مع الفامي مع الأقربة ديالها باش نشاء الله يوصل ل هاد الفيديو لجميع السيدات اللي كيعانوا من السواد وكما قلت لكم هديتي للعرايس بالنسبة للسيدات المقبلات على الزواج سوف نضيف كمية من الكوركوم سوف نضيف كمية من بيكاربونات السودا سوف نضيف كمية بالكامل لأنه موقعش عندي كمية كبيرة سوف نضيف بودرة الأطفال سوف نضيف كمية اللي غادي تكفيكم ومن بعد نضيف المادية للورد قبل أن نضيف الفازلين سوف نضيف سوف نضيف قبل أن نضيف المادية للورد سوف نضيف سوف نضيف واحد الملعقة واحد آخر ونخلط الكل ونضيف الفازلين أو أي كريم مثل كريم غليسوليد أي كريم يساعدنا على تبيض المنطقة الحساسة في رأي حزوينة فممكن حتى نستخدمه في هذه الوصفة إلا لما توفر شعدنا سوف نضيف الفازلين سوف نضيف في هذه الوصفة بسم الله سوف نضيف سوف نضيف نضيف جميع العناصر مع بعض البعض سوف نضيف نضيف ونضيف الوصفة بفازلين نضيف نضيف الآن سوف نضيف المنطقة الحساسة ونضيف المنطقة الحساسة تجمعوها مزيان من بعد سوف نضيف الوصفة وتطبقوها على أي منطقة فيها سواد فيها حبوب فيها يعني حبوب صغيرة أكيد فيها كما قلت لكم الرائحة مثلا الغير مستحبة الغير الزكية الغير منعيشة فتطبقوا عليها هاد الوصفة الناس اللي غد قولي شحال ممكن نخليوها يعني في المناطق الحساسة وش 4 ساعة ساعة فحاولوا تخليوها غير 15 دقيقة على الأكثر يعني خليوها ما بين 5-10 دقيق على الأكثر الناس اللي عندهم مسواد كبير فخليوها 4 ساعة ولـ 15 دقيقة من بعد غسلوا بالماء العادي غسلوا بالماء الدافئ والصابون خصوصا صابون الحجرة كما نقولوا احنا غيكون أفضل لأي منطقة خصوصا المناطق الحساسة ومن بعد ما تزولوا هاد الوصفة هادي حاولوا تمسحهم زيان المنطقة اللي استخدمتوا عليها الوصفة وارطبوا بأي يعني أي كريم أي فازلين أي يعني يعني معطر اللي كتستخدموه المناطق الحساسة كيكون مخصص ليهم باش هكذا ما يسببش لكم أي مشكل سواء في المدى القريب ولا في المدى البعيد وكانت هذه الوصفة رائعة لدومتوا عليها غير جوشت المرات في الأسبوع فغا تعطيكم نتائج رهيبة خصوصا المقبلات على الزواج فدوموا عليها ورجعوا كتبوا لينا في خانة التعليقات تحت من هاد الفيديو هذا كيف اجزتكم الوصفة ونبغي نشكركم ولا حزن تتبقكم لهذا الفيديو ما تتساوناش بالبيج لايك لا اشتراك في القناة ضغطوا على زي جرس موادي معكم جدد فيديو قادم بإذن الله تعالى